السلام عليكم ورحمة الله. حياكم مولا احباي. اهلا بكم بلقاء جديد ضمن صناعة المحتوى في برنامج بوار بوينت معكم احمد صالح. بلقاء اليوم رح نتعلم بلاياقة اكتر ووفرة اكبر عن كيفية استخدام الحركة الخاصة بالانتقالات المعروفة بتأثير المورف او التحول التدريجي. هذا التأثير بصراحة اللي بيغنيني عن كتير من التأثيرات الحركية للنصوص والاشكال والصور. فيمكن من خلال انتقالات مورف او التحول التدريجي نطلع مشروع غاية بانروعة. متل ما نا شايفين بالضبط. كيف ممكن نحن نعتمد على اه فكرة الانتقال او التحول التدريجي او انتقال مورف حتى نطلع هيك بروجيكت. هذا رح يكون محور لقانا بهذا اليوم ان شاء الله. قبل ما نبدأ احباب القلب اطلب منكم حبا وفضلا وتكرما ضغط مفتاح اللايك. وترك التعليقات وتعمل اشتراك اذا كنت ضيف جديد على قناتنا ام نتشرف فيك. وفعل مفتاح الجرس ليصلك منا كل جديد. وايضا اتمنى منكم زيارتي على قناة حكاية شغف. راح تشوفوا رابط الحكاية في صندوق الوصف. اتمنى منكم دعمي على حكاية شغف. وهلأ مباشرة لحتى نبدأ مع بعض بعد الفاصل. اهلا بكم احبائي مرة تانية بعد ما شغلنا برنامج لباوربوينت راح اخد شريحة فارغة فمن تخطيط بختار شريحة فارغة. اول شي راح نشطير عليه هو موضوع الخلفية. فمنتوجه الى ادراج ومن صور باقوا ادرار صورة من هذا الجهاز. وبكون انا محضر صورة بمكان معين. خلني اختار على سبيل المسال هاي دي الصورة. يعني لا على التعيين اختار صورة معينة. طيب خلني اعمل اول شي اختصاص بنسبة تسعة على ستعاش. وبحرك على الزاوية وبنكر وبسحب لحتى نعبئ فيها من الشريحة بالضبط. ازا كانت الصورة كانت عندك كيها كاش في او غام قد تحب تغير بالوانها من تأثيرات اللي عندك كيها هون بيمكنك تختار ايا من الالوان الشي فينا. ممكن تغير اي لون. وتختار الشيء ناسبك. خلني اختار على سبيل المسال هذا اللون جميل للغاية. طيب راح نتوجه الى ادراج. ومن الاشكال راح ناخد المستطيل. وبرسم مستطيل على قدر مساحة الشريحة بالضبط. من اطار الشكل بختار بدون اطار. وبنكر باليمين وبنتوجه الى تنسيق الشكل حتى نختار تعبئة متدرجة للمستطيل. خلني اختار لونين. اللون الاول خليني على سبيل المسال يكون معاي من هذا اللون. والتاني يكون نفس اللون لكن راح نعمله. شفاف. تمام? لحتى احصل فقط على هذا التدرج يعطيني هيدا الجمالية. تمام? بشريحتي. يعني يكون معاي هذا اللون. طيب. خلنا نسكر الجزء الخاص بتنسيق الاشكال. طيب. هذا المستطيل راح اسحبه الى خارج الشريحة. متل ما انا شايفين بالضبط واذا طلعنا. الى خارج الشريحة. تمام يا اصدقائي? تمام. ونتوجه الى ادراج. ومناخد احد اشكال او مربعات النصوص اي ان يكون ومنضيف النص نحن محتاجينه كعنوان. لمشروعنا بالعموم. خلني انا غير فقط الالوان. طيب خلني اختار لون الابيض. بناخد بلد. بناخد نوع للخط. واللي يكون معاي مسلا بهذا النوع. وبنعمل توسيع للاحرف. تمام? يكون معنا تصميم شريحتنا الاولى بهذا الشكل. تصميم الشريحة الاولى تكون معنا فقط بهذا الشكل. راح ارجع الى ادراج. ومن الاشكال راح اخد ايضا لمستطيل. وراح انكره اسحب لحتى ارسل مستطيل. بارتفاع بسيط. يعني بحيس يكون عبارة عن شريط الزمن. هو راح يتوضع عليه فقط لغير. تمام? طيب بيكون معي بهذا الشكل. بغضل دون اطار. وبنختار تعبية ولا يكون عندي ياب اللون الاصفر. تمام? طيب. وخلني اختار محاذا الى المنتصف لحتى يكون معاي في منتصف الشريحة. وبنكر عليه وبسحبه ولا ضغط على مفتاح الشيفت لحتى يبقى معاي. في منتصف الشريحة وبسحبه الى خارج خارج اطار رسمة تماما. خارج فراغ العمل. حاليا راح انقر باليمين ونختار تكرار للشريحة. تكرار للشريحة. طيب. الان خلني ازغر شوي فراغ العمل مشان يكون واضح لقالنا. تماما. الان بالشريحة رقم اتنين. انا راح ارجع هذا الشكل الى داخل الشريحة. بضغط مفتاح الشيفت وبحرك هذا الشكل الى ايضا الى داخل الشريحة. وباخد النص راح نزغره شوي. خلنا لونا اول شي بلون اصفر مسلا نغير اللون. وزغر الحجم شوي. تمام? وبنرفعه الى اعلى الشريحة بالضبط. يعني انا هاي دي الحركات او هدول الاشكال اللي هنه المستطيل هذا المتدرج. تمام? والنص اللي عندي ايام. وعندي المستطيل هذا الصغير اللي هو كان عبارة اه راح نسوي منه عبارة عن شريط الزمن. تمام? حركتن الى داخل الشريحة. هلأ راح نختار من انتقالات التحول التدريجي. اللي هو تحويل مورف نفسه. تمام? فرح يكون مدخل الشريحة معي بهذه الجمالية. تمام? خلني ارجع لهون. اشغل الشريحة. انقل لي مرة واحدة. راح نشوف التأثير كيف صار معانا. فقط من خلال تأثير مورف. تمام? فينا نعيد. بهذا الشكل. ونرجع مرة تانية. راح نشوف الجمالية لهذا الانتقال بهذا الشكل بالضبط. الان بالشريحة رقم اتنين. راح ارسم كل المكونات اللي انا محتاجة. راح ابدأ اول شيء بانشاء الدوائر اللي راح انشرها على الشريط الزمن. راح انقر واسحب لحتى انا ارسم الدوائر معي بهذا الشكل. راح نختار بدون اطار. وبنختار اللون التعبية باللون الاصفر. وازا حبيت تعمل بعض التدرجات لالة لتكون نافرة او تكون واضحة ما في عندك مش لي بالعموم. انا راح اتركب اللون الاصفر متل ما هي. طيب خلنا اضغط بفتاح الشيفت واطلع على برة شوي بعد ما اعتمدت المساحة. على سبيل المسال انا عندي خمس افكار او عندي اربعة افكار تلات افكار ايا نيكون الافكار عددها انت راح تنشئ الدوائر بعدد هذه الافكار اللي هي عبارة عن نقاط. اضغط على تاني مرة. كنترول زائد دي. كنترول زائد دي. صارو اربعة. كنترول زائد دي صارو عندي خمسة. فحدد الكلمة بعض البعض. والمحاذة الى الوسط ومحاذة الى المنتصف لحتى اضبطهم كشكل واحد بحيس يكونوا ما عايشوا. وكأنه ان عبارة عن شكل واحد بالضبط. تمام يا اصدقائي? تمام. راح نسحبهم الى خارج شريحة تماما. برجع بتوجه الى ادراج. ومن اشكال على سبيل المسال راح اخد هذا الشكل. المستطيل الزوايا مستديرة. منزيد الالتفاف لليمين واليسار. حتى يعطيني اياه اقواس دائرية بالضبط. وبناخد بعض التنسيقات انت بتحبها انا راح اشتغل على تنسيقات يعني سريعة نوعا ما. لحتى ما اطول معكم بفكرة الفيديو. طيب خلنا نحط بهذا المكان. واكتب بلا يكون مسلا عندي الفين واتمنتعش. مسلا خلني احول لغة انجليزية. العام الفين واتمنتعش. فرضا عمالي بشتغل مخطط زمني معين. خلني اختار نوع للخط او لون الخط عفوا. يكون معي وهذا كمان بولد. نشوف ازا كان ممتاز جميل للغاية. تمام. طيب. وضعنا بهذا الشكل راح اكرره كنترول زائد دي. وضعناه بالمكان هذا. وراح نسويه الفين وتساطعش. كمان كنترول زائد دي. عندي الفين وعشرين. كنترول زائد دي. الفين وعشرين واحد وعشرين. تمام? صاروا عنديهم اربعة. خلي انا احركهم لليمين شوي. بهذا الشكل بالضبط. واختار نسخة تانية منهم. خليها مسلا الفين وسبعة عشر. كون انا اشتغلت على خمسة افكار. فخلي كون في عندي اربعة خمس مربعات او خمس خيارات. تمام? طيب. الان انا ما عندي مش ليز كانوا انه موزعات اه على قدر بعض او لا. فخلنا مع ذلك نحن نختار توزيع اوفقي لالن. مشان يكونوا متساويين. لكن هن راح يكونوا على المرحة اليميني شوي. بشكل زاوي راح ينزلوا معنا. طيب المقابل راح اختار من ادراج اه ايضا في عندي اخذ شكل ورد ارت وخلني اكتب على سبيل المسال. المعادلة المشهورة السريعة تساوي لحتى نجيب معنا نص سريع. تمام? احزف الزوائد. اخذ فقط النص اللي انا محتاجه ولي يكون معي مسلا بهذه المساحة. فقط لغير انا محتاج هذا النص. سنزغر الحجم الخط شوي. ناخد اللون الاصفر. تمام? وربما تاخد ما عندك مشكلفية. طيب كمان نزغر حجم الخط. بما يتناسب مع الافكار. طيب. الان اه اعتقد الوضع مناسب. بس يمكن هو النص عندي اياه كتير شوي. تمام? بهذا الشكل. طيب. الان بعد ما اه نسقت النص اللي انا بدي اشتغل عليه الفقرات. بسحب الفقرة لهذا المكان. التحت المربع الاول. وبختبر نسخة تانية. كنترول زائد دي. حطه تحت المربع التاني. هي راح تكون الفكرة التانية. كنترول زائد دي الفكرة التالتة. كنترول زائد دي الرابعة. وكنترول زائد دي الفكرة الخامسة. بهذا الشكل بالضبط. الان هون في صور في عندي الخمس دوائر. شيط الزمن هو ظهر على الشاشة بشكل اه جميل. وعندي هيدي العناوين ربما او التواريخ او الاحداث اللي بحب تسميه انت يسميه عنوين الفقرات. وعندك الفقرات. بكل اختصار اللي راح نشتغل عليه. بالفكرة حاليا كما شو عصار جاهز فقط راح نشئ الشرائح فقط لا غير. لكن الانتقال اللي احنا اخدناه التحويل التدريجي او تحويل هو راح يتكفل بتحريك كل هذه الكعينات. على شكل التالي. راح انقر باليمين ونختار تكرار للشريحة. تمام بهذا الشكل. راح حدد كل الدوائر. وبنكره الان. وبسحبه وبحركه الى النقطة الاولى. لكن دي حركناك كل الدوائر. مع بعضهم البعض. تمام? طيب. الان راح اخد الشكل اللي هو بيعبر عن التاريخ الاول وبسحبه. على هذا المكان. وباخد الفقرة اللي هو معني فيها وبسحب على هذا المكان. بس فقط لغير. برجع بنكر باليمين وبختار تكرار للشريحة. الان انا هون في عندي كم دائرة. في عندي خمس دوائر. دي احرك اربعة واترك وحدة. فلهيك انا لازم اعرف اني احددهم. فبترجع الى تنسيق ومنفعل جزء التحديد. عا بيقل لي هدوه هناش اشكال بيضاوية. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هدوهن اشكال بيضاوية. راح حدد اللي انا بدي احركهم. يعني من هون لهون مسلا. مع الكنترول اتنين تلاتة اربعة. الان احنا لو حركنا راح يضل واحد. اضغط مفتاح الشفت. وبحرك الاربعة لهون. تمام? طيب. وبرجع بجيب الالفين وتمنتعش. عندي اياه لهون. بالضبط. وبناخد النص المعبر عنهم وبسحبه على هذا المكان بالضبط. برجع بنكر باليمين وبنختار تكرار للشريحة. نفس الشيء برجع باخد تلاتة اشكال واحد اتنين تلاتة. وبنكر مع السحب وانا ضغط على مفتاح الشفت لحتى الحركة لهون. بالضبط. تلاتة اشكال حركتهم. برجع باخد العام يلي بعده. وبرجع برتبه بهذا الشكل بالضبط. تمام? وبناخد الفقرة اللي عبتحكي عن هذا العام او الحدث. ايا يكن. برجع كمان وبسحبهم على هذا المكان. نفس المبدأ بختار تكرار للشريحة. وبرجع على الدائرة لهون. باخد دائرتين. تنتين فقط لغير. وبترك التالتة. اضغط مفتاح الشفت وبحرك لي اليمين. وليكن معي بهذا الشكل. وبرجع باخد العام يلي بيلي. او الحدث او العنوان. ايا يكن انت شغله. حسب شريحتك. بالضبط. وبالجع نختار تكرار للشريحة. صف عندي دائرة واحدة. اضغط بفتاح الشفت. ومنحرك على هذا المكان. ومنجيب العنوان. الخاص فيها. وليكن. ومنجيب العنوان ايضا او عفوا الفقرة الخاصة فيها. وبنضع بهذا المكان. راح نشغل على التقديمي. ونبدأ على الشكل التالي. لما اضغط. ومنشوف كيف التدرج اللي ايجينا. والنص كيف تحول معي للاعلى العنوان. ويظهر معنا التايم لاين. لما اضغط مرة تانية. نجينا للحدث الاول. ثم الحدث التاني. كل ما اضغط رح يكون معي التدرج والدخول. بهيد الجمالية بالضبط لكيفية ترتيب الاحداث. باستخدام فقط تحويل مورف او التحويل التدريجي. هو كيفية لنحرك الاشكال والنصوص والصوريات بهذه الديناميكية وهيدي الجمالية. بامكانك ترتب الاشكال باي مكان هو رح ييجي الدخول معنا بهذا الشكل بالضبط. تمام فقط الى غير. انا حتى تكون معنا يعني نفس واحد فقط بهذا المشروع. فاخدتهم كلهم بنفس الاماكن. اتمنى ان شاء الله اكون بهذا اللقاء. اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع ولاق فيكم كالمعتاد. فتكرم لا تنسوا لي من دعمكم. ودعائكم وتنزووا عنا كل خير ان شاء الله. والقاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله.